اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعيش مع حضرة النبي في حديثه وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم النهاردة معنا حديث من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه سيدنا أبي هريرة عن حضرة النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولي من ول الله أمركم ويسقط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال حديث ده أخرجه لمن مسلم في صحيحه الحديث ده أنا بيروق لي إن أنا أسمي هذا الحديث حديث الأمن المجتمع سواء الأمن المجتمع ده على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع كله أنتوا متعودين إن إحنا لما بنقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحاول نتقدم مع حضرة النبي فما نقرأهاش من جانب واحد بس نقرأها من كل الجوانب نقرأها من جانب الاجتماعي نقرأها من جانب الاقتصادي نقرأها من جانب الأخلاقي نقرأها من جانب الفكري لأن هو ده اللي يليق وإحنا بنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسمع كده قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رضي لكم ثلاث ويسقط لكم ثلاثا أول حاجة قال الله سبحانه وتعالى رضي لنا أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا وده يخلق لنا مبدأ مهم جدا جدا ومبدأ إيه؟ مبدأ العبودية أنا دايما نقول لازم احنا نعيش فكرة العبودية الآمنة أن الله جعلك عبدا ليدخلك في أمانه يبقى الله سبحانه وتعالى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا يعني كونوا في أمان الله بيه؟ بالعبودية أليس الله بكاف عبدة؟ أليس الله بكاف عبدة؟ ولذلك العبودية تدخلك في أمان الله يبقى شوف كده أمان الله يبقى دوات أول معنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خلاص لا تشركوا به شيئا يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أم بكره ما بالك باثنين الله سالسهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يبقى إلا حاصل يبقى الذي يعبد الله لا يشرك به شيئا فيخاف منه آه ده في أمان لا يشرك به شيئا فأحد يتحكم في رزقي آه ده في أمان لا يشرك به شيئا فيشعر أن حياته تملكوا الأحداث أو يملكوا أي إنسان لا مش هنعمل كده يبقى هنا حاجة اسمها العبودية الآمنة تعبد الله عبودية آمنة دي أول حاجة يبقى ده أول مبدأ يبقى أنا لو إن أنا في المجتمع بعيش بالعبودية الآمنة هتحرق في كل مكونات حياتي وأنا مليء بالثقة بالله مليء باليقين وعشان كده إلا يحصل سهل جدا نروح بقى للمبدأ الثاني اللي هو مبدأ إيه مبدأ الاتحاد ومبدأ ماذا الجمع أنا بحب يسميه الاتحاد الجامع إيه اللي هو الاتحاد الجامع ده وأن تعتصمه بحبل الله جميع الله هو الجامع فنمسك بحبل الله سبحانه وتعالى فنتحد بحبل الله سبحانه وتعالى ونتمسك به فيحدث إيه فينطلق تخيل بقى فينتقل الأمن من أمن عبد إلى أمن العبيد فكل العبيد يعيشوا في حالة اعتصام يعني إيه اللي حاصل؟ محدش فيه ما يؤذي التاني محدش هيقدر يتعدى عليهم لأن خلاص الأمان بقى مضروب في عددهم دايما نقول كده مش الأمان مضروب في عددهم في عدد الذين اعتصموا لا الأمان مضروب في مددهم مدد كل دول ولذلك إلا حاصل لما يكتمع الناس ولذلك حضرت النبي أرد إيه؟ ما بالك باثنين الله ثالث هما هو ليه ما قالوش ما بالك بي وأنا رسول الله أتظن أن الله يسلمني والله يعصمك من الناس ولكن حضرت النبي كان عايزه إيه؟ عايز يدخل كمان أمان سيدنا أبو بكر مع أمانه فيحس أن سيدنا أبو بكر أنه له أمان أيضا ما بالك باثنين يعني إيه اللي حاصل؟ أنت كمان لك أمان عند الله ولذلك أن تعتصموا بحبل الله جميعا فالاعتصام الاتحاد الجامع الذي يجمع على من جميعا شوف جميعا؟ يعني يجمعهم الله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة هو إيه؟ وأنت نصح من ول الله أمركم يعني إيه؟ النصيحة يبقى الحاجة الثالثة هي النصيحة هارف النصيحة جاي من إيه؟ من النصح النصح اللي هو الجلاء والوضوح والتخلص من الشوائب وكأن زي ما بنحط الحاجة اذهب على النار عشان يتنقى كمان بيحصل النقد ويحصل النصح عشان إيه؟ نتنقى من أخطأنا ومن تقصرنا يبقى النصح ده يخلي حتى الشخص اللي بيتولى الأمر ما يحسش أنه هو الوحده لكن يحس أن المجتمع مساند ليه ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام ده بصيغة الكامعة فقال إيه؟ قال إيه في النصيحة الثالثة اللي هو بيرضاه الله سبحانه وتعالى وأن تناصحه فالنصيحة تبقى متبادلة اللي تولى أمر الله اللي الله سبحانه وتعالى ولقاه أمرنا ينصح لنا ونحن ننصح له ولزيك جيه في حديث الرسول الله سلم أدينه النصيحة قلنا لمن يا رسول الله وم بعد كده وليه للأمراء كمان للي بيتولى الأمر يبقى كل ولعمة المسلمين كلنا بنتناصح لأن النصح يجل الحقيقة والنصح يخلصنا من تقصيرنا وشوائبنا يبقى عندنا ثلاث قيم بتمثل الأمن المجتمعي ماذا؟ أول حاجة العبودية الآمنة والاتحاد الجامع والنصح المكمل والمانع للتقصير والمانع من الوقوع في الخطأ على الدوام طب دي ربنا رضا رينا ايه بقى دا التحلية دي الحاجات التحلية فين بقى التخلية؟ إيه الأشياء اللي نتخلى عنها؟ برضو تلات أشياء من أسوأ الأشياء اللي بتهدي المجتمع يلا ويسخط لكم قيل وقال الشائعات قيل وقال الشائعات كلام 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 ولا أصل له قيل وقال دي بأول حاجة تدمر المجتمع خلينا نكتبها وفكرنا كده الايه؟ الشائعات اللي هي يعبر عنها بايه؟ بالقيل والقال هو القيل والقال بس تطلق على الشائعات تطلق على كل جنس كلام مؤذي مدمر يفسد العلاقات كل دا داخل في القيل والقال الغيبة قيل وقال النميمة قيل وقال الكذب قيل وقال شهادة الزور قيل وقال يبقى كل دا داخل في قيل وقال وإضاعة المال بأول حاجة الشائعات تاني حاجة إضاعة المال هو ايه؟ اهدار الموارد اهدار الموارد بيفسد المجتمع لما تسمعوا حضراتكم أن احنا عندنا أموال بالمليارات بتهدر بسبب أن احنا نهدر في مسألة الغذاء بعض الأرقام ممكن توصل لتسعين مليار عشان إيه؟ الناس بتهدر الأكل المال هنا مش بس الفلوس الأكل إهدار اللبس إهدار كل الحاجات دي فيها إهدار العالم دلوقتي مش مستحمل هذا الإهدار لذلك الحديث ده مهم أنه ليه جايبه؟ مفيش العالم لا يتحمل الإهدار وإحنا لازم يكون عندنا من القوانين ما نمنع بيها الإهدار في بعض الأحيين في حاجة اسمها حجر على الناس عشان هو مش من حقه أنه يهدر المال الحاجة التالتة وكسرت السؤال الفوضى المعرفية الفوضى المعرفية ديته الفوضى العلمية ده ضياع فاكرين حديثة رسول الله عليه وسلم لما الرجل شج في المعركة فقالوا لا نجد إلا أن تختسل الرجل أجنب فقال لا نجد إلا أن تختسل فاختسل الرجل فلما اختسل الرجل إلا حصل مات فحضرت النبي عليه قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العيل السؤال شفاء العيل إيه السؤال يبقى الحل عندنا هو أن نحن نسأل وأن نرجع تاني ما يسمى بالمرجعية ونقصد بالمرجعية هنا أهل العلم ولذلك إحنا ببساطة خالص لازم نمتنع عن التلات حاجات دولة يبقى نمتنع عن إيه أول حاجة نمتنع عن قيلة وقال نمتنع عن الشائعات والكلام المدمر الهدام وإيه وبعد إضاءة المال إهدار الموارد وآخر حاجة إلا حاصل نعمل حاجة مهمة جدا كمان نتجنب كمان كسرة السؤال الفوضى المعرفية والفوضى العلمية اللي إحنا بنعيشها مش معقولة تبقى البلد فيها مليون و مئة مليون وعشرة مفتي ومئة مليون وعشرة محلل اقتصادي ومهما فيش مانعي كمان يبقى محلل اجتماعي ويا سلام بقى لو دخلنا على علم النفس كله بيعرف في علم النفس هيدخل على الإنترنت ويجيب توصيف هو عنده فصام على فكرة عنده والله شوزفريني والله الرجل ده عنده شخصية برانونية ليه ده كله بنعمل في بعض كده ليه وتبوز المجتمعات وتمزق فلذلك المجتمع يكون آمن إذا خلينا المجتمع من الثلاث حاجات دي من الأكاذيب والأوهام وده رقم واحد ونخليها أيضا من إهدار الموارد ونخليها أيضا من ماذا نخليها كمان من مسألة فوضى الفوضى العلمية ويمتى المجتمعات تتماسك وتبقى مدعومة في الأرض لو فيها الثلاث حاجات العبودية الآمنة إضافة لإي الاعتصام والاتحاد الجامع وآخر حاجة يكون النصح الحافظ وأيضا المكمل بالثلاث صفات دولة مع الثلاث تخليات دول أظن المجتمع يكون محقق أمانه المجتمعي ويكون في حالة رشد وسلام يا سادة إحنا النهاردة هنبتدي مانه الجديد وإحنا نتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا كمان نجمع التطبيق إلى شرح الحديث في نفس الحلقة وعشان كده فاصل ونستقبل ضيوفنا إلا أن نتناقش معهم في تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في الحقيقة بيجمعنا على الأمن المجتمعي ولكن بعد الفاصل نرجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم ومشاركتكم وخاصة في المرحلة الجديدة والمنهج الجديد اللي احنا بنتعامل فيه مع حديث رسول الله محتاجين إن احنا نسمع تعليقاتكم وكمان نشوف مشاركاتكم وإحنا بنتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا حديث رسول الله سمينا الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل وهو حديث سيدنا أبو هريرة اللي تكلم عن ثلاث عن ثلاث عناصر يحبها الله لنا ويرضاها لنا وثلاث عناصر وثلاث معاني وثلاث سلوكيات يسخطها الله لنا ولا يحبها وسمينا الحديث ده حديث الأمن المجتمع وعشان نقدر نتعامل مع هذا الحديث بشيء يوصلنا إلى اتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم يكون معانا ضيوف فيهم من الحكمة وفيهم من الحالة عملية اللي ممكن نتدرس معهم حديث رسول الله وعشان كده معانا في الستوديو الدكتورة مونة الدراوي استشاري أول أمرار النساء والتوليد أهلا بحضرتك شرفنا بحضرتك شكرا بحضرتك شكرا بحضرتك ومعانا الأستاذ جلالي الشيخ رجل أعمال وإحنا مساعداء جدا جدا بأننا حضرتك معانا دكتورة أنا خليني أبدأ بحضرتك وأسألك السؤال مهم وهو الحديث لما سمعت حديث رسول الله اللي هو بتكلمنا عن كل ده أي أكتر حاجة حسيتي بيها وانت بتسمع هذا الحديث سواء مؤثرة في حياتك الخاصة أو في حياتك العملية هو ليه تأثير في حياتي الخاصة وليه تأثير في حياتي العملية إن إحنا يعني أعضاء فريق داخل غرفة العمليات في إتمام عملية الولادة ده حاجة حاجة بتبقى إحنا بنستقبل روح جديدة لازم كل الناس يبقوا متنغمين مع بعض والعمل بروح الفريق اللي الجودة بتقولها هو ده اللي قاله رسول الله صلى الله عليه ده اللي احنا تعلمنا في الجودة يعني وكأن أكتر حاجة حستيها وحديك بتسمعي الحديث وفيما تعلق بعمل حضرتك إن الجزء اللي كان بيتكلم واعتصمه بحبل الله جميع اللي احنا كنا أطلقنا عليه وسميناه الاتحاد الجامع الاتحاد الجامع طب حضرتك بتشوفي قد إيه إن هذا الاعتصام وهذا الاجتماع بيخلي الإنسان أكثر تهزبا مع الله وبيوصلنا لبر الأمان ووصلنا لبر الأمان فنحس بنعمة مدد ربنا ونعمة ربنا لأنه بيحفظنا ونعمة بالله ونعمة بالله فإذا تنفيذ أما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة وفي عملنا بوصلنا للأمان بوصلنا إن إحنا نبعد عن مبغضات اللي ربنا ما يرضاهش لنا يعني حضرتك وكأن حضرتك بتتكلمي إن إنتي دايماً عندك طوء نجاح وهو إن إحنا نتمسك ده هو سر النجاح سر النجاح كمان يعني مش هو طوء نجاح وبس إني شايفة حضرتك كمان سر النجاح ونحافظ على الأرواح اللي بتبقى بين إيدينا فلعنا نقول لحضرتك بمناسبة بمناسبة كلام حطرتك المهم والمنور ده شكراً لحضرتك في أوقات كتيرة بحس إن الناس همها إن هي تنجى مع إن حضرت النبي بيدلها على ما تسعد به مش بس إن هي تنجى من الهلاك لا إن هي تبقى سعيدة كمان في حركة بتقولي مش بس بيوصلنا للنجاة كمان بيساعدنا عن نجاح طبعاً لإن نجاحنا في إن إحنا نكون متعاونين مع بعض إحنا معنا روحين في وقت واحد أيوه الأم والجانين ولازم يبقى كل فريق العمل يتعامل بتناهم شديد جداً وأحنا يمكن نختلف شوية عن أي فريق عمل في أي مكان طبعاً كل أهل بنا بيقولوا كده دكتورة لا بس الكلام ببقى بنظرة العين بنظرة العين يعني سي مثلاً أدي الحياة بعض الأمثلة من داخل عملنا إن لما الطبيب يقول لدكتورة العماد إيه الأخبار عندك وما بسألوش عن حاله هو تخيل حدك لو قاله إيه الأخبار عندك فقاله الحمد لله أنا لسا فتران والله لا بيقوله كل الحاجات كل الديتا اللي تخص المريض طبعاً فإذن إحنا جوه المكان خلاص نسينا نفسنا نسينا كل حاجة وما فيش بقى واحد وما فيش حد مساعد وحد خالص كلنا زي بعض كلنا في مقام واحد لأن كل واحد فينا لي عمل والذي بينقذ به حياة الإنسان وكأن حددتك وانت بتسمع الحديث النهار ده شفتي وكأن حدد النبي بيكلم عن حالكم بزبط بشاء الله بشاء الله بشاء الله طب ننتقل لأستاذ جلال إحنا طبعاً الحديث مليء بالأنوار ومليء بالأسرار ممكن نور واحد بس ينور مع حد فينا ويغير مجرى حياته صحيح لكن خليني أسألك سؤال إيه أكتر حاجة حسيت أنه يتنور لك من حديث رسول الله وخاصة في مجال عمل صحيح الجزء الثاني من الحديث وهو بداية اللي هو جزء التخليم صحيح وهو قيلة وقال وحركة التكلم فيه من شوية على موضوع الإشعاعات والأكاذيب والكلام ده كله بيأثر على المجتمعات دول بالزد في ظل الأزامات الاقتصادية الحالية والحروب اللي شغالة فده النهاردة بدأت الدول عشان تقدر تتلاشى هذا الموضوع بدأ التنزل في السوشيال ميديا ده بصت حقيقي ده بصت مش حقيقي ده بقت من مصادر التلاعب في العملات والتلاعب في الاقتصاد فده بقى لو إحنا طبقنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو اكتناب القيلة والقال ده إحنا يعني خلينا أقول لحضر عليك حاجة مهمة في الجزء اللي حضر عليك بتتكلم عنه إن في مسألة القيلة والقال دي كتير من الأشياء اللي احنا ممكن ينسبغ بها المجتمع والمجتمع يروح في منطقة سيئة لما قالوا إن عصر السابق وعصر الصورة أنا شايف أن العصر اللي احنا فيه بشكل كبير جدا جدا هو عصر قيلة وقال صحيح والدليل على ذلك فكرة الشيوع فكرة إن الشائع هو الغالب صحيح فإذا كان قيلة وقالع تعمل حالة من حالات الشيوع وممكن الشيوع ده يكون للكذب أنا أظن إن دوت ممكن يوصلنا إن العصر دوت ممكن في لحظة من لحظاتي بإسمه عصر الإشاعة صحيح طيب هل ده بيأثر بالشكل مباشر على شغل حضرتك؟ طبعا فإن طبعا يعني النهاردة بقى الغالب والمتابع دلوقتي في النظام الأسواء العالمية عشان حارك كمان تضرب عدم بصدقية فحارك عايزة تضرب في المنافس اللي جنبك فحارك بتتخلى عن شرف المهنة وحارك بتقوله بالشرف إحنا لسه كنا في كورونا فاكر حضرتك المصلة عمل وقف المصلة المصلات عمل وقف بعضها صحيح ده المصل ده بيجيب بيعمل جلدات والتاني ده بيعمل كانسر وده بيعمل كذا 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 عشان وده كله كانت منافسة أنا شايف إن هي استغلال في وقت صعب جدا جدا كانت منافسة غير شريفة في هذا الوقت اللي احنا فيه وكان وقت صعب جدا جدا نرجع للغة البزنس كمان دكتور الندم بيعتبر من الأسدس بتاع المهنة أي مهنة بيبقى لها أسدس بيبقى لها أخلاق أخلاقيات أخلاقيات المهنة طبعا نصد حديثة النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمع أخلاقات المهنة دين من تلك عاصل النبوة صلى الله عليه وسلم فلك عند حركة تتخيل أن ده حلو أول أن حددك ندخل بهذا الحديث خاصة في الجزء الثاني أن ندخل به على أخلاقيات المهنة أن المهنة ما تنفعش يبقى فيها قيلة وقال لأن لو المهنة فيها قيلة وقال وبرضه وبالمعنة ما فيهاش إضاءة للمهنة والمهنة ما يبقاش فيها كمان عدم مرجعية وفيها كسر بس ملمح مهم جدا جدا لتفضلت به أستاذ جلال دكتور مونة إحنا طول الوقت عندنا أشياء لما بيحصل لنا مشكلات في حياتنا بنلجأ إليها لو حصلت بعد الشر يعني مشكلة حتى للناس اللي حواليك حضرتك هتلجأي لأي مكان من حديث رسول الله عليه وسلم في قاتل هو فيه تحلية وفيه تخلية هو فيه تحلية وفيه تخلية لو إحنا ماشيين بالتحلية هنبقى فيه صبر مع أي ابتلاء ربنا يبتلين بيه وهنلجأ برضه للتحلية طيب يعني حضرتك شايفة إن الصبر دوت ممكن يكون الأخرون جزء من صبرنا يعني جزء من دعمنا وجزء التحدهم معانا وجمعهم مع بعض ممكن يوصلنا إلى إن إحنا نستطيع أن نكون من أهل الصبر نتعدى على أي مشكلة أي ظروف أي ابتلاءات أي إيه أكتر مشهد شفتيه حضرتك ممكن يكون الاعتصام والاعتصام الجامع ده أنقذ حد أو ساعده مشهد كده ولا قصة في حياة حضرتك شفتيها مع حد أو حصلت لحضرتك هي دايما في العمل أكتر من أكتر حاجة في العمل أكتر حاجة في العمل بيحصل بقى أنا أظن في العمل عند حضرتكم بيحصل إن كثير من الأحيين وإحنا كمان في الفاتوى عندنا بيحصل كده تعرض علينا فاتوى أو تعرض حالة وأول مرة تعرض أو نكتشفها أثناء الجراخ نكتشف أنه فيه جديد أن الحالة ودتنا في طريق تاني غير اللي إحنا داخلنا وعملين حسابنا عليه إذا كان فيه تناوم بيننا وبين بعض وفيه ود بيننا وبين بعض وفاهمينه ونتعامل بسرعة وفيه صبر على الموقف اللي إحنا مرينا به بهدوء وبسكينة ربنا بيكرمنا وبنعطي لأن إحنا دايما متأقنين ربنا معنا في كل حال والباقي معك ما ودعك الله أكبر يعني فالباقي معك ما ودعك وده يأخذنا من الأول من العبودية الأمنة أنت وبتشتغل أن دنيا عبودية تمثل لك أمن تخليك تمشي مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء هل النصيحة بتبقى تيلة على الناس لو كانت فوقتها؟ بالعكس ده بتنقص حاجات كتيرة وبنكمل بعض هل الامتنان بيبقى ضروري للشخص اللي حصل له نصح في الوقت ده؟ بالشرط لكن شايفة أن النصيحة مهمة جدا؟ جدا جدا النصيحة بتخلينا نكمل بعض؟ طبعا طبعا والعمل بيها أهم حاجة أن احنا مش نسمعها بس نسمعها وننفذها هل حصل أن بسبب نصيحة أو بسبب حاجة حصل حاجة في فريق حضرتك أن طلعنا بورقة عمل ولا طلعنا بشيء منتج جديد؟ في كل الأوقات في كل الأوقات طبعا بتعملوا أبحاث جماعية حضرتكم مع بعض؟ لازم في رأيك الأبحاث الجماعية بتبقى أفضل الأبحاث الفردية؟ لا الجماعية ليه بقى؟ فيها وجهات مظهر متعددة حلوة أو أقوت وهو ده تأذن اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنه لما كانوا اعتصموا بحبل الله جميع حبل الله ممكن يكون نور العلم نتمسك بيه كلنا فيبقى العلم بألوان مختلفة عندنا أستاذ جلال خليني أسأل حضرتك هل مرة حصل أن أنت استخدمت أي معنى من معاني هذا الحديث فكان سبب خروج من أزمة؟ كثير زي إيه؟ زي الجزء الثاني برضو من الحديث ألا وهو اللي بعد قيلة وقال وضعة المال وضعة المال دايما بشوف أن وضعة المال أنا بشوف أن دايما لو حردك وده أنا أخذته في دراسات كتير أن حردك لما تعمل حاجة كويسة لنفسك ومحدش كافئك حردك بتروح تكافئ نفسك أيوة دي من أكتر لعيب النفس صحيح فدايما بتشوف بقى أن تتكافئ نفسك دي بقى بالصح ولا بالغلط صح ده فكرة مهمة جدا 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 ففي الآخر حضرتك بتاخد الشوكولطاية دي حلال وبتكافئ نفسك والمكان ده حرام وبتكافئ نفسك صحيح والسفرية دي حلال وبتكافئ نفسك والسفرية دي برضو فيها حاجات تغضب ربنا فبتكافئ نفسك فكل ده هو ده في الآخر المربط الفرق زي بقول لا مش عارف أقول لحراركم إيه بس أنا يعني حراركم ممتع جدا فخلينا نقول شوية أمور كده للناس يمشوا بها إجراءات مع كل مقطع من حديث رسول الله سبحانه وتعالى لازم كل يوم نقول لعبنا سبحانه وتعالى أن احنا متأقنين أنه وسيدنا اللي بيحمينا ويا حبازة لو كل يوم نقول لمولانا سبحانه وتعالى يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي أو نقول يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي بعد كده ما تسيبوش نفسكم أبدا للفكرة السلبية السيئة أن الناس كلهم بقوا محشين إن تقي حد كل يوم تتشارك معه عمل صالح أو تتشارك معه معرفة أو تتشارك معه كلمة طيبة ده كان هيبقى مهم جدا جدا كل يوم الأمر الثاني أو توقف نصيحة لأنك أنت خايف أن فلان ده ما يفهمكش غلط بس أنا بقولك خلي كل يوم من أيامك لا يخلو من نصيحة بس اختر لها الوقت المناسب والأسلوب المناسب واحتياج الإنسان ساعتها هتلاقي نصحتك في خير حال تعالوا نطبق دوت ونعمله مع أولادنا إحنا كلنا في البيت عبيد لله محدش بيملك مقليد التاني تكلم مع أولادك على أنك أنت عبد لله سبحانه وتعالى فكل يوم يملك قلبك بأنك عبد لله وآمن وادخل وتعامل مع أولادك تاني حاجة على طول حاول دايما يبقى عندكم عمل مشترك ولو يكن حلم ولم يكن هدف ووزعوا الأدوار عليكم وخليكم مجتمعين دايما على رضا الله سبحانه وتعالى وآخر حاجة لو سمحت لما يجي ابنك ولا تيجي بنتك تقدم لك نصيحة لك أو لولدتها لو سمعت اسمحوها وهتبقى إنسان أكثر اتزانا وأكثر إيمانا وحاسس بالأمن المجتمعي وحاسس أن ده هيأمن بيتك لو أنت اللي رحت وطلبت منه من نصيحة ساعتها هم هيقبالوا نصيحتك ومش هيرفضوا نصيحتك لأنه ساعتها أنت خليت النصيحة قيمة في بيتك ما تحاولوش تسمعوا كلام الناس كتير سمعكم لكلام السوشيال ميديا وفي نفس الوقت كمان كل واحد فيكم ينصح التاني بأفضل طريقة لاستثمار أمواله وكمان مهم جدا 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 إن إحنا في النهاية لما يحصل لنا مشكلة نسأل الخبير ونستشيره ولابد إن إحنا نرجع مرة تانية ترجع البيوت لحاجة اسمها خبير للأسرة وحاجة اسمها استشاري للأسرة سواء كان ده عالم أو كان ده طبيب أو كان ده شخص بيعرف في البزنس بس ده شيء مهم جدا عشان بيوتنا تعمل بهذا الحديث المنير المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القولة ويتبعون أحسنة ويجعلنا دائما نسير خلف حضرة النبي ويأخذ بأيدينا ليدخلنا على حضرة مولانا لنسعد ونهنأ ونتنور لولا نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن ندخل على حضرة مولانا فيا مولانا اقبلنا ببركة حضرة النبي وببركة أنواره يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك على الدوام يا رب العالمين مولانا mä